طب قول انت كده الجانب الديني والجانب الإنساني هو مبني هذا الكلام على مدى تعلق هذا الإنسان وانتماؤه بوطنه والانتماء بالوطن مسألة في غاية الأهمية والنبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه عندما خرج من مكة وقال ألا إنك أحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منك أبدا وكان بيحترم هذا المعنى وكان لما الناس تيجي تسلم على أديه يردها إلى أوطانها علشان ما يحرمهم من وطنهم ويحسوا بالغربة الآن الأرض كلها بقت كانها قرية واحدة في أمريكا لما تيجي تأخذ الجنسية الأمريكية من ضمن القراءة اللي انت بتقرأها في الحلف أن انت تنتمي لوطنك الأصلي شوف بقى الوعي هنا يعني هو مش عايزك تخون وطنك هو عايزك تفيد وطنك العقلاء شأنهم كده فلما أروح في هذه الدولة وأذاكر وأخذ درجات واكتشف وأعمل البحوث وأنا زي أحمد زويل وزي مجد يعقوب وزي كده ارجع فيد بلدك عينيك على فيدة بلدك فرجع رجع الله يرحمه أحمد زويل والحمد لله كان من الأشياء اللي ربنا من علي بها أنني صليت علي أنا كنت إمام الصلاة على أحمد زويل لأنه رمز للحتة اللي انت بتقول عليها راح ودرس ووصل والغاية ما خد نوبل يعني حاجة واكتشف حاجة تفيد البشرية لكنه عنيه عايز يطور التعليم في مصر عينيه أنه هو عايز يدي المثدولوجي أو المنهجية يعلمها إزاي لعقلية الطلبة عندنا هو ده اللي مطلوب لأن ده الأرض كلها بقت شيء واحد كأنها قرية واحدة فمن الناحية الدينية ومن الناحية الإنسانية الانتماء للوطن هيحل الكلام أن أنت بتقول إحنا بنعمل كان حاجات ما عرفش بقي الغاية دلوقتي ولا لا أو إحنا صغيرين وكان في حاجة عندنا اسمها تحية العلم ما عرفش موجود الغاية دلوقتي ولا غير موجود تحية العلم دي يعني علامة للانتماء تربية في النفس الجوانية أنك ليك أرض هنا وأن أرضك دي اللي ربنا خلقت فيها عليك أن تحبها وأن تخدمها وأن تقوم بشأنها تحية العلم ده ده كان رمز رمز واحد يجي يقول لي هو ده بدعة نشوف هو النوع السلام لما كان يرص الجيوش عشان يدافع على الهجومات بتاعة المشركين فكان يجعل كل قبيلة مع بعضها يعني أنت من غطفان يخديك مع الجماعة بتوع غطفان لأنه بنعرف نقاتل مع بعضنا بنعرف اللغة بتاعتنا فريق واحد هذه الوطنية هي ما هي وطنية دول بتوع غطفان دول بتاع هزيلة دول بتوع تميم ويعمل له كل فريق بينهم يعمل له إيه سلوجن يعني إيه السلوجن الشعار يا بني عبد الرحمن يا بني عبد الله يا بني مش عارف عصام الدق وكل كل حتة يبقى لها شعار ينادوا بعض يعرفوا بعض في المعركة فيه ما هو ده عم نزل عالم ما هو ده اللي اتطور بعد كده على طول في الجيوش الإسلامية بمحد ما راحوا إلى خرجوا بقى إلى فارس والروم وكده في حدوتة العالم ده أو تحية العالم في حاجات ساعات بنفهمها غط أو بيشوّش علينا فيها غلط وإحنا مش عايزين كده إحنا عايزين نمسك الحاجة الصح ونفهم إنه دي فعلا ما هيش بدعة على حاجة دي دي هي المطلوب مننا من أجل سعادة الدارين في النهاية هنسعى إلى سعادة الدارين موسيقى موسيقى